اشتركوا في القناة يعني حكايته انه هو نايم والله وصوت مكينة مات الحلاقة توصل للشارع اللي وراه هو معقولة ما حس فيها كأنه مو اتفاق كأنه مو فيديو يعني ليش لم يحين قاعد تهمون الناس بالتلقائية انتوا ابعد ما تكونون عن التلقائية او الطبيعية انتوا انا ما نفاهم انتوا شون رتبون تابون تمثيل تابون سوشال ميديا اعلانات تابون شهرة بس على فكرة هذي كل هلاشياء مو مع بالغ الاحترام انتوا وايد قاعد تقللون من احترام الاخرين لكم من ناحية الفيديوهات اللي انتوا قاعد تنزلونها يعني اماشي احمد الخميس نقول يالله يتيم زين مدام ناسب اهل مشاعل الشحي فاعتقد انهم صاروا اهلها حتى لو كان يتيم الزواج مو اثنين يتزوجون ويالله هي لا عائلتين يدشون على بعض بغضر نظر ان اذا عائلتهم مو وجودة هو يعني ابو مشاعل يعتبر ابو انا ما ادري عائلاتهم اش قاع يسوون ما في احد يقول لهم هذا الفيديو غلط هذا فيها قصة وي هذا ما هو ملبوسنا شي مو حلو يعني لي متى نفسه فهمان لا وانا ومنزل ان انا انفصلنا وما ادري شنو اوكي يعني احنا شهم يعني وايد مهم يعني موضوع زواجكم وانفصالكم وزعلانة وليش حلقتك وانت صبقت شعرك ما شنو سويته والله العظيم قسم بالله حتى التينيجرز المراهقين يعني انتوا قاعدين تحصلون من ناحية الاكسبلاور بس بالاخير قاعدة ارد انتوا مو قاعد تكسبون احترام المشاهد لانه تصرفات تصرفات اشخاص غير ناضجين اشخاص اعتقد اكبر واحد في 23 او 24 سنة اولياء الامور وينهم بالنسبة لمشاعر الشحي كل شي لا حدود يعني للأسف الشي مو قاعد يصير بشكل الواحد الساعة اوه فاني الشي مو حلو مهما قلنا مو حلو مو حلو يعني اعتذرت لها لما حسيت انها جرحت عصافة خالها قصة شهاية واحد لا يختار لأمه ولا خاله ولا عادي بس لا انا ما اعتذر على هذا اللي انا قاعدة شوفه بالسوشيال ميديا عيب وحامل وطاعة مو حامل طرف وايد يعني يعني مشكلة انكم ياين من دولة احنا وايد نعزها وايد نحترمها مشكلة اذا احنا نعزها يمكن اكثر منكم زعلانين على صورة الامارات اكثر منكم اكثر من مواطنين دولة الامارات اللي هو مفروض احمد الخميس ومشاعر الشحي انتو قاعدت نزلون فيديو تتحملون النقد النقد شنو اي شي يطلع من الخاص يوصل للعلن تتحملونه بس مدام ما قذفنا ولا طعننا في الاعراض انا شفت صرفات اشخاص غير ناضجة ابدا يعني انا في فترة سابقة قلت والله عقيل وفرح عندهم تصرفات غير ناضجة لا انا اطلعوا عقيل وفرح وايد ارحم من شسمه من احمد ومشاعر ويريت شي حلو فكروا قبل ما تسوون يلا بنسوي فيديو عشان يمكن لنا عرض تمثيل من المنتج الفلاني او العلاني او ما دروي شنو هذا ما يحوصوكم فيه ناس وايض ضابحة نفسها في السوشال ميديا يمثلون 24 ساعة على مود انه شنو اذا يجي لهم عرض تمثيل وهذا فبالتالي يتنفسون يتنفسون وصلون الهدف لهم يابونه بس في الاخير هم يكتشفون فقده واحترامهم هل الاشخاص الاخرين يعني مو احمد ومشاعر يعني هذل الشخصيات احنا قاعد نشوفه بالسوشال ميديا اللي يسوي لها فضيحة واللي يخلي الناس تطيقط راقات واللي تقوم تناقز واللي تقعد ترقص بالشارع والثانية ما اش تسوي كاميرا خفية تلوح والله العظيم ترى تفتقدون حتى للتسليه عيب قصيت ويوهن فيه اشياء قاعد تصير بالسوشال ميديا ايه نضايد منها يعني فيه اشياء أنا قاعد نشوفها يوم امس اشتركوا في القناة